أكد رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية وذلك تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية ولرفع جودتها البيئية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واستعرض مدبولي مقترحات استغلال البحيرة ومحيطها وذلك حفاظا على ما تم من أعمال تطهير وتكريك وسعيا لزيادة حجم التروة السمكية الناتجة عنها إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين وخلق تجمعات عمرانية وسياحية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين القاطنين حولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر